مرحبا مساء الخير نبدأ اليوم المحاضرة التي ستهتم بمجال خاص ويعتبر من المجالات التي تهم التفكير الفلسفي وهذا المجال هو مجال فلسفة الدين واخترت كعنوان لهذه السلسلة من المحاضرات العنوان التالي من الدولة التيوقراطية الى الوعي الشقي سبينوزا وهيقل ونقد الاستلاب الديني بمعنى فموضوع هذه المحاضرة سيتمحور حول كتابات سبينوزا الفلسوف الهولندي حول الدين طبعا وهنا سيكون المرجع الأساسي هو تراكتاتوس تيولوجيكو بوليتيكوس معنى رسالة في اللهوت والسياسة ثم بعد ذلك من خلال هذه الموضوع أو من خلال هذا الكتاب سنحاول أن ننطلق أو أن نتجه نحو كتابات هيقل الشاب أو ما يعرف لدى المؤرخين المهتمين بفلسفة هيقل بمرحلة هيقل اللاهوتية والتي فيها سيكتب هيقل مجموعة من الأعمال الفلسفية حول الدين حول اللاهوت وحول علاقة اللاهوت بالسياسة والمجتمع على سبيل المثال يمكننا أن نذكر كتابه حياة يسوع ثم بعد ذلك كتابه أصل المسيحية وتطورها وهذا هو الكتاب الذي سنتعمق فيه أي حيث يتحدث عن مفهوم الوعي الشقي إذن سأبدأ أولا من الكتاب أو من كتاب رسالة في اللهوت والسياسة وسنختصر الكتاب في هذه المحاضرة بتراكتاتوس يعني تراكتاتوس تيولوجيكو بوليتيكوس وسنختصر الكتاب فقط بكلمة تراكتاتوس يعني حينما سيتم الحديث عن تراكتاتوس فأنا أحيل إلى رسالة في اللهوت والسياسة إذن سأبدأ أولا بسبينوزا وبالنقد الذي وجهه سبيلوزا إلى الكتاب المقدس في سنة 1670 هذه رسالة في اللهوت والسياسة وسأحيل في البداية إلى رسالة كان قد كتبها سبيلوزا إلى أولدربيرك وهي الرسالة الثلاثون في هذه الرسالة يتحدث سبيلوزا عن الأسباب التي دفعته إلى كتابة هذا الكتاب في اللهوت والسياسة فيقول في الرسالة ما يلي أنا أكتبوا حاليا رسالة حولة الطريقة التي أفهم بها النص المقدس ويجب أن أكتبوا حاليا الأسباب التي دفعتني أو حفزتني نحو كتابة هذا العمل حول الإكريتور هي كتالي أولا لسيجيزة تهولوجيا الأحكام المسبقة التي كانت سائدة عند الهوتين العصر خاصة في سياق في سياق لولندي القساوية الكالبينيين أنا أعرف تحديدا أن هذه الأحكام اللاهوتي والمسبقة هي التي تقفوا عائقا أمام الناس لتقفق وعيهم وفكرهم حول موضوعات الفلسفة هذا هو السبب الأول يجيزة تحديدا أن أجدوا من الضروري أن أقوم بتعريت هذه الأحكام المسبقة اللاهوتيية وأن أحرر الوعي الإنساني من هذه الأوهام هذا هو أول سبب دفعا سبينوزا إلى كتاباتي رسالة في اللهوت و السياسة ثانيا سبب تاني لأبنين كادموا لفلغير كي نسسة دمكيزة داتيزم يعني راجل العدي سبب تاني هو رأي رأي السايد لدالجامحير لدالنس حولا هو حولا سبينوزا بالدات بمعنى تهمه بإلحاد أمني أبنين 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 رأي نفسي مطالبا بنيدال دهاذه التهمة بقادر ما أستعى ثالثا لأبنين 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 وأن أبنين لأبنين سبب تاني ثالثا والحرية في التفالسوف والإمكانية الباوح بما نحس أبنين أبنين لأبنين 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 السلطة التي تحاول تلجيم حرية التفلسوف وحرية التفكير لأن هذه الرسالة الثلاثون من خلال الرسالة نستبين أن ما دفع سبينوزا لكتابة التراكتاتوس هو رغبته في كتابة نص يوضح فيه طريقته الخاصة أو تأويله الخاص للنص الديني والكتاب المقدس وهذا التأويل يرمي القضاء على الأفكار المسبقة السائدة في الأوساط اللاهوتية لأن هذه الأفكار تشكل عائقا أمام تطور الفكر الفلسفي ثم الصراع ضد كل الصلاة التي تلجم هذا التفكير الفلسفي وتلجم كذلك حرية التفكير هنا سبينوزا يحيل أساسا إلى الوضع السياسي الرهيني الذي كان يأيشه وهذه فكرة جيدة مهمة سبينوزا يكتب هذا الكتاب كمحاولة للتدخل في الحاضر التاريخي وهو مداخلة أو انترونسيون في الحاضر التاريخي الذي كان يواجه سبينوزا وكان يعاني منه سبينوزا خاصة محاولات القساوس الكالفينيين إجبار المجتمع على تبني الأورتوذوكسية الدينية إذن فالهدف واضح بالنسبة لسبينوزا الفصل بين مجال الفلسفة ومجال اللهوت أي بلغة سبينوزا التمييز بين نمطين من المعرفة وهذا التمييز طبعا لا يعني المعارضة المعرفة القائمة على الوحي والنبوة وهي بالنسبة إلى سبينوزا معرفة يتمحور موضوعها أساسا حول الطاعة والخضوع والمعرفة الطبيعية التي تستند على الفهم الإنساني الكوني هنا سبينوزا يميز بين نمطين من المعرفة المعرفة القائمة على الوحي والنبوة والتي يكون موضوعها والطاعة والخضوع والمعرفة القائمة على المعرفة الطبيعية والتي تستند على لكن لنتوقف قليلا ولنكون واضحين هدفنا هو أن نوضح أن سبينوزا يتجاوز هذا النمط من النقد القائم على الفصل والتمييز دون المعارضة والذي سبق لديكارت أن مارسه في التأملات خاصة حينما يتعلق الأمر بكتاب التراكتاتوس ففي الكتاب لا يكتفي سبينوزا بالفصل والتمييز وهذا واضح فسبينوزا يكتب كتابا في اللاهود لو كان فيلسوفا يدافع عن التمييز ما كان ليعطي نفسه الحق في الكتاب في اللاهود لأنه ليس بمجاله لو كان ينادي بالفصل كانت يقول على اللهوتين أن يكتبوا في اللاهوت ولهم الحرية في ذلك وعلى الفلاسفة أن يكتبوا في الفلسفة ولهم الحرية في ذلك لكنه يكتب في مجال اللاهوت انطلاقا من الفلسفة ومن التاريخ ومن الملهج الطاريخي إذن لا يكتفي سبينوزا في تراكتاتوس بالفصل والتمييز وإنما نقد اللاهوت وهذا النقد لا يهدف فقط إلى تحرير العلم والفلسفة والمعرفة الطبيعية من اللاهوت وإنما أيضا وهنا تكمن قوة سبينوزا في تحرير الإيمان نفسه من اللاهوت لأن هذه هي مهمة سبينوزا التي وضعها في كتاب تراكتاتوس معنا تحرير الإيمان من اللاهوت وليس فقط تحرير مجال الفلسفة والعلم من مجال اللاهوت وهنا طبعا أهمية سبينوزا التاريخية في تاريخ الفكر الفلسفي باعتبار هذا الأخير أمرا غريبا عن الدين الحقيقي بمعنى سبينوزا يرى أن اللاهوت في تفكير سبينوزا هناك تمييز حال بين اللاهوت وبين الدين الحقيقي الدين الحقيقي كما سنرى في المحاضرة هو الدين قائم على فكرة فكرة العدالة وفكرة الإحسان هذا هو جوهر الدين ولا يمكننا أن نتحدث عن جوهر الدين حينما يتعلق الأمر بالنصوص والشرائع والتعليمات المكتوبة وبالتالي كل سلطة تستند على ما هو مكتوب على ما هو قانوني على ما هو لهوتي فهي غريبة عن الدين الحقيقي إذن هنا اللغة سبينوزا هي لغة واضحة والنزعة واضحة كذلك كأننا أمام نصوص من نصوص اليسار الهيغلي وهي نصوص كتبت في سياق لاحق الآن سنحاول أن نشرح منهج سبينوزا في التraktatus وسأقتبس سأقرأ نص مأخذ من المقدمة طبعا أنا سننت هنا على سبينوزا اوهر complète إدition établie et présentée par Thibault Gress أنا أتوفر فقط على الترجمة لنقول طبعا الفرنسية للأعمال كاملة طبعا مع أعمال أخرى مثل أعمال إيتيان باليبار سبينوزا politique لترانس اندبيدويل وأعمال جيل دوليوز مارسيا الجورو وكذلك الفيلسوف ومؤرخ الفلسفة الفرنسي فردينان دالكي هذه الكتابات التي ستنطت عليها لكن خاصة في سياق اللهوت والسياسة أعمال تحديدا على نصوص مستقات من الأعمال الكاملة لسبيينوزا سأقرأ نص جير أرمال الشيخي في سياقات من الأعمال جائر أرمال أن أحاكد أن تجاهدين بمينة ويغانبال تحديدا على نفسها ويقوم بمينة ويأتي في مدر装 ويأتي الن أيضاء ويأتي في وهم منصف من قامة في ما كتابة ويأتي بمينة مع الحقيقة سألقائنا سألقائنا وأنه أتحاول أنه يُعالج أنه يمتحين أو يحقق سيحقق في هذا النص المقدس يميز فيه بينما هو جوهري وبينما هو مرتبط بأحداث أو بنصوص أو بسياقات تاريخية محددة وبينما هو مرتبط بأحداث النص المقدمة يقول إطلاقا من هذا النص يقول سبينوزا أنه سيحاول أو كوانا منهجا إذن المقدمة واضحة سبينوزا يقول بأنه أسس لمنهج منهج جديد لدراسة النص الديني إذن ما هو هذا المنهج pour l'انترpretation ومنهج يتجاه نحو تأويل l'انترpretation دي لفرسا إذن ومنهج لتأويل النصوص مقدسة وهذا المنهج سبينوزا يحاول سبينوزا أن يشرح مراحله في هذا المنهج جيكمنسي أشخي أبنطو سوك سكوينو بروفتي النبوة بدات يقول أنه بدأ هو الأمر طبعا هو الفصل الأول من الرسالة في اللاوت والسياسة كله يعني يُعاليج مفهوم النبوة وأشخص ومنهج مفهوم النبوة أو يشف الله عن نفسه للمبيا ومنهم يُعاليج مفهوم النبوة ولمنه يُعاليج مفهوم النبوة ومنه كثيرًا ومنه سبينوهوم الصفية ومنه يُعاليج مفهوم بهذا المنهج الفصل الأول من الكتاب يوجد إشكالية مفهوم النبوة وفيها سيحاوي سبينوزا أن يجيب عن مشكلة الوحي ومشكلة الاعتراف لماذا اعترفة الإله بهؤلاء الأنبياء وكيف وفي أي شروط كشفة عن نفسه لهؤلاء الأنبياء ومجرد ما أجبت هذه التساؤلات التساؤلات تعلقة بمفهوم النبوة تمكنت من الإجابة ومن الإقرار بأن سلطات الأنبياء لها وزنها فقط عندما يتعلق الأمر بالحياة والفضيلة الحقة عندما يتعلق الأمر عندما يتعلق الأمر نسبة المجالات الأخرى leurs opinions نتوشent peu أراؤهم لا تعنينا إلا على نحو أقل سلطات الأنبياء لقد أردت من أجب أن يتعلق الأمر بالحياة والفضيلة والفضيلة الإجابة وفي expرسلات الأنبياء J'ai compris que les lois révélées par Dieu à Moïse n'étaient autre chose que le droit propre à l'état des Hébreux. J'ai compris que les lois révélées par Dieu à Moussa n'étaient pas seulement les lois révélées par Dieu à Moussa. Et ensuite, nul en dehors d'eux n'était pas obligé de les admettre. J'ai compris que les lois révélées par eux n'étaient pas obligés de les admettre. J'ai compris que les lois révélées par Dieu à Moussa n'étaient pas obligés que pendant la durée de leur état. J'ai compris que les lois révélées par Dieu à Moussa n'étaient pas obligés d'être obligés de leur état. J'ai compris que les lois révélées par Dieu à Moussa n'étaient pas obligés de leur état. J'ai compris que les lois révélées par Dieu à Moussa n'étaient pas obligés de leur état. J'ai compris que les lois révélées par Dieu à Moussa n'étaient pas obligés de leur état. J'ai compris que les lois révélées par Dieu à Moussa n'étaient pas obligés de leur état. J'ai compris que les lois révélées par Dieu à Moussa n'étaient pas obligés de leur état. Kait à Moussa n'étaient pas obligés de leur état. J'ai compris que les proches circju si on estória aux ordinateurs par Dieu à Moussa n'étaient pas obligés une fois. طبعا كل هذا سبينوزا يقوم بهذه الخطوات المنهجية بغرض البرهان على أن الوحي الإلهي ليس هو مجموعة التعاليم والقوانين والنصوص المنصوصة في الكتب المقدسة ولكنه يتجسد في فكرة بسيطة وهي العدالة والإحسان وهذا هو معنى سبينوزا لتحرير الإيمان من اللهود أي تحريره من التعاليم والنصوص المقدسة ليقترب مما أسماه الدين الحقيقي أي العدالة والإحسان دون أن ننسى الجانب الآخر من الكتاب والمتعلق في الجزء الثاني من رسالة في داوت والسياسات أي عالي سبينوزا قضايا تهتم بمفوم الحق حق الفرد المدني والطبيعي ومقويمات الدولة وحقوق الحاكم والمقويمات الدولة والحقوق الحاكم قبل البدء طبعا أنا في هذا الجزء لن أقوم سوى بتقديم عام لمنظور سبينوزا وكذلك سأقوم في هذا التقديم بتعريف سأقدم تعريف لمنهج سبينوزا قبل البدء طبعا بدراسة مفهوم النبوة الذي سيكون في الدرس أو تتم لهذا الجزء من المحاضرة قبل البدء بدراسة مفهوم النبوة عند سبينوزا وهو الفصل الأول من كتاب التراكتاتوس أود أن أعلق على منهج سبينوزا في التراكتاتوس سنسمي هذا المنهج بالتحقيق التاريخي وسنوضح لماذا اخترنا هذا الاسم فالتحقيق كمؤسسة وكمنهج معرفي أي كسلطة وكمعرفة كان سائدا في حقبة سبينوزا وفي كل العصر الوسيط باللاتينية وهي تعني تحقيق وبحث في نفس الوقت كآلية وجهاز للسلطة ظهر التحقيق مع حقبة الانكيزيسيون أي حقبة العدالة اللاهوتية الكنسية الكاتوليكية ضد الهرطقة والكفر هذه كانت الكنسة الكاتوليكية تقوم بالتحقيق والبحث تقوم بلونكت ضد كل من خولت له نفسه أن يخرج عن الضغم الكنسي كانت هذه العدالة القائمة على سلطة التحقيق والبحث تمارس سلطتها على كل من خولت له نفسه أن يخرج عن الضغمائية الكنسية وإديولوجية اللاهوت إذن الكهانوت كان يحاكم انطلاقا من التحقيق والبحث كآلية للسلطة كل من يخرج عن الطاعة وعن الدين وكان على سبينوزا وهنا ما يميز منها سبينوزا أن ينتيج محكمة جديدة سبينوزا في التحقيق الكنسية هو محكمة جديدة شبيهة يعني تمارس آلية شبيهة بآلية السلطة التحقيق الكنسية ولكنها تختلف عنها في كونها تستند على المعرفة والعقل والتاريخ إذن وكأن سبينوزا يرد على الجهاز الكنسي الذي كان يمارس سلطته في عقفة الانكيزيسيو في التحقيق بمحكمة جديدة وهذه المحكمة الجديدة تستند أساسا على العقل والمعرفة والتاريخ ولا تتخذ موضوعا لها الهرطقة والكفر وإنما الضغمائية نفسها التي كانت تحاكم بها الكنائس كل من يخرج عنها إن سبينوزا الرجل الذي عاش مضطهدا من قبل الحاخاميين والمسيحيين وكل من لا يؤمن بسلطة العقل والمعرفة كان بهذا المعنى قاضيا قاضيا ولكنه على النقيض من كانت لم يكن قاضيا محافظا ومترددا وإنما قاضيا ثوريا إذن حينما قرأت لأول مرة تركتاتوس حسست بأنني أمام محاكمة سبينوزا هنا يحاكم يحقق أولا ليحاكم إرثا لهوتيا له جذور عميقة في التاريخ الأوروبي والتاريخ الإنساني عموما إنما كتبه الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو ميشيل فوكو كتب مقال في سنوات 1972-1973 هو مقال كان يشرح فيه يعني موضوعه في كتاب عن النظريات والمؤسسات العقبية وعنونا المقال بـ Theory Institution Penal وكان بمثابة تقديم للمشكلة الأساسية التي سيحاول معالجتها في الدروس التي قدمها في الكوليج de France تحدث فوكو في هذا المقال عن القياس التحقيق والامتحان في سياق تقصيه النظري لتاريخ المؤسسات والنظريات العقابية فالقياس هو نمط من نسبة إلى فوكو القياس هو نمط من أنماط المعرفة السلطة التي سادت في ظل الحواظر الدول الإغريقية القياس كما حضنا ذلك أيضا في دروس التي قدمنا عن جون بيغ فيغنون فكرة أن الكون الهندسي فكرة الكون الهندسي كيف أن الحاضرة الدولة وميلادها ونجأة الديمقراطية كذلك عند الإغريق مرتبطة بفكرة القياس في العلوم الرياضية وكذلك في داخل الحاضرة الدولة والتحقيق انكتة انكيسيسيون هو كذلك نمط من أنماط المعرفة السلطة والذي ساد في ظل الدولة الوسيطة ثم الامتحان ذو الوظيفة المعيارية الذي عرفه فوكو كنمط خاص بالدولة الحديثة والعلوم الإنسانية إذن فوكو ميز ما بين ثلاث أشكال أو ثلاث أنماط للمعرفة السلطة يعني أن أنماط كانت تساهم في بناء معارف معينة وكذلك كانت تساهم في مجال السلطة أو تدخل في مجال السلطة فيما يخص حاضرة الدولة الإغريقية لنا نمط القياس بالنسبة للدولة الوسيطة كان لدينا التحقيق التحقيق ككتابة في التحقيق في كذلك الأنكات وكذلك كآلية في العلوم الطبيعية وكذلك نجد الأنكات كممارسة سلطة كانت تمارسها الكنيسة ضد الهرطقة والكفر ثم النمط القائم على الامتحان وهو النمط الذي ساد مع بدايات بروز الحقبة المعاصرة مع العلوم الإنسانية وكذلك في المؤسسات العقابية لازيل بسيكياتريك المدرسة الجامعة إلى آخره ينطلق سبينوزا إذن من التحقيق محاكما الأحكام القبلية التي يدافع عنها اللوثيين وكل من يتهمونه بالإحاد ليتوصل إلى أن الدين الحقيقي لا يكمن في سلطة النص وإنما في فكرة العدالة والإحسان طبعا دون أن ننسى ما أكد عليه إتيانباليبار إتيانباليبار نصره هنا إتيانباليبار سبينوزا politique وطرانس индивидuel هذا مأخوز عن هذه الدراسة بخصوص منهج سبينوزا فالتحقيق هنا تحقيق سبينوزا بالنسبة إلى إتيانباليبار كما شرحة ذلك يتمو من خلال مستويين مستوى المذهب ونفو دكترينال ومستوى التاريخ ونفو إستوري فالتحقيق ينطلق من الأصول ليصل إلى الراهن والمباشر واليومي ودون أن ينحصر في وصف خارجي ينخرط ليكشف لنا أيضا عن المنطق الداخلي الذي يحكم الخطاب اللاهوتي ليقدم لنا نموذجا كما سيسميه سبينوزا في الإتقاء إن تيوري جنرال ديماجيناسيو إذن نسبة إلى إتيانباليبار هذا هو ما يميز منهج سبينوزا في رسالة في اللاهوت والسياسة بمعنى أن سبينوزا يهتم بالتاريخ ولكنه كذلك يعطي أهمية قصوى للمنطق الداخلي لخطابات اللاهوتيين لكي يقوم بممارسة النقد عليها إذن انطداقا من هذا المنهج سيضبط سبينوزا التناقض الرئيسي في اليهودية وهو التناقض بين الإله التوحيدي الكوني من جهة وبين الوضعي التي يظهر فيها الله في هذه الديانة وكأنه إله ملازم لشعب مختار لقد كان هذا العصر عصرا للمحاكمات بامتياز فلقد أدى الكتاب إلى تاريس بنوزا من الطائفة اليهودية وحرمانه من العودة إليها وكان على هذا القاضي الثوري أن يضاضل ضد الكهن اليهود الذين كانوا ضحايا محاكم التفتيش ولكنهم صاروا فيما بعد مفعمين بروح هذه المحاكمة ثم كان على سبينوزا أن يجابها الكهن الكاتوليك والقساوس البروتستانت باسم الدين والنص والقائم كانت المحاكمات تتم في صف القساوس والحخاميين أما في التراكتاتوس فلا شيء أن يوجه المحاكمة سوى المعرفة والتاريخ إذن سنتتبع في هذه المحاضرة كتاب سبينوزا مستنذين على نصوصه وعلى منهجه في العرض والبحث لتشكل لنا مدخلا للانتقال بعد ذلك إلى كتابات هيجل الشاب اللهوتية خاصة علاقة هيجل بن نبي إبراهيم وهي علاقة صدامية نقدية سنرى ذلك من خلال معالجة مفهوم الوعي الشقي وكذلك من خلال قراءة نصوص من كتاب هيجل لوريجين دو كريسيانيزم إسان ديستان